تعالنا نروح بقى على العربيات وجو العربيات تجار العربيات ادهم تقيلة علينا لحد دلوقتي اه تعالنا نحسبها ايه دي بقى ايه واحدة واحدة اعلى سعر وصلت له العملة التي يستوردون بيها السيارات هنفترض من اوروبا الا وهي اليورو اعلى سعر وصلت له في تسعير العربيات سبعين خمسة وسبعين صح سيبك من الخمسة وسبعين قول سبعين النهار دا يا مولانا اليورو بكام بكام تلاتة واربعين ونص اربعة واربعين اه صح طيب خمسة واربعين يبقى الانخفاض اللي حصل من سبعين لخمسة واربعين يعمله كام سبعين ناقص خمسة واربعين يساوي خمسة وعشرين جنيه صح كده؟ طيب اقسمها على الاصل اللي هو السبعين يعني كام خمسة وثلاثين في المية وسبعة من عشر خمسة وثلاثين في المية دا معناه انه سعر العربيات ينزل الخمسة وثلاثين في المية صح ولا انا غلطان؟ الحزبة تتقال كده طبعاً تجار العربيات يقولك لا احنا كنا مستوردينها غالي كذاب كلكم ببيعوا عربيات موديل تلاتة وعشرين كذاب كله طب في بعضنا بيبيع عربيات موديل اربعة وعشرين جبتها في شهر كام جبتها في اكتوبر وفي نوفمبر يعني بنفس ذات السعر دا بتاع اليورو في اللحظة اللي انا وانت بنتكلم فيها جبتها من اوروبا استراد مباشر وبتباعها لصالح الغير او بتباعها لصالحك بعد ما عملت عقد مبايع كده على الارض باللطافة اديت الراجل اللي عمل الاستراد الشخصي ارشين على كبوتها العربية وميت فل وانت بتبيعه وبتظبط نفسك وبتظبط حياتك وتجار العربيات عارفين كده نزلت بالسعر لا ما احنا بننزل اوه كان بقى عشر في المية خمستاشر في المية طيب هاده حكا كاكتر تجار العربيات دايرين على كل المنصات تيك توك فيسبوك انستجرام يقولوا النفس ذات الرسالة على فكرة يا جماعة الاسعار نزلت الحقوا اشتروا قبل ما تغلى تاني وهتغلى تاني ليه بسلامتك يعني هتغلى تاني ليه ايه اللي حصل عشان تغلى تاني طب دا هي المفروض بترخص علشان يا جماعة دا البنك المركزي نفسه اعلى بحد الصناعات نفسه اعلى قال خلاص البنك بدأ في تدبير العملة كل سنة وتطيبين يا جماعة الافراج عن كل البضائع اللي موجودة في الجماريك الاولوية للمواد الغذائية والادوية المواد الدوائية بس بدأ في تدبير العملة وإيه بقى يا حبيبي اللي هيخليها تغلى تاني طيب تجارة العرباء بيشتغلوكو وبيقولك إلحق اشتري دلوقتي علشان يحاول قدر الامكان مش يقل الخسائر يحتفظ بأكبر قدر ممكن من المكاسب في ظل انه هو عارف انه مرغب انه هيخفض اكتر من كده لازم ينزل 35% وما تشتريش غير لما تلاقى العربية نزلت 35% لما تبقى تنزل 35% ابقى ساعتها فكر فكر وممكن تنزل اكتر من كده كمان ابقى ساعتها فكر ما تستسلمش أزيدك من الشعر بيت الجمعة اللي فاتت تجار عربيات أو مستخدمين عاديين زي حالاتنا كلنا سوق العربيات اللي على طريق العين السخنة كان مبدور عربيات للبيع كله رايح يبيع اللي عنده ليه؟ لانه السوق طبعا عنده بيبقى سوق مستعمل في اغلبه وعمل كده فكل اللي عنده عربية بيبلغ فرار رايح يبيع عشان ياخد فلوسها وبعدين هيتقل هو على الفلوس سعر الزيرو ينزل يجيب عربية زيرو بسعر عربياته المستعملة حد عنده كلام تاني نسمع وجهة نظر